والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية طيب إيه الملفين ما هم دول ملفين عندنا اللي هم الأمن القومي سد إسيوبيا ثم ليبيا إيه اللي حصل في سد إسيوبيا ماذا قال باني الرئاسة اليوم اطلع السيد الرئيس على مستجدات ملف سد إسيوبيا والمصار التفاوضي السلاسي الراهن لنخلي بال حضراتكم يوم الثلاث بعد بكرة في قمة إفريقية مصغرة سيشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء السودان مع رئيس وزراء إسيوبيا مع رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جنوب إفريقيا وثلاث أربع دول من الاتحاد الإفريقي هيبقوا مشاركين في القمة الإفريقية مصغرة للوصول لاتفاق أو منصلش الاتفاق الله أعلم هنكلم حضراتكم عن موضوع ده بعد شوي طلع السيد الرئيس على مسجدات ملف سد إسيوبيا والمصار التفاوضي السلاسي الراهن والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإسيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن يبقوا هنا الاجتماع بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على بلورة اتفاق جهود بلورة اتفاق يعني احنا بنتكلم على مسألة هناخد المصار السياسي والتفاوضي في هذا الامر في متعلق بسد إسيوبيا أكد المجلس هنا المجلس قال إيه حضراتكو استمرار مصر في العمل على التواصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائلة العالقة في قضية سد إسيوبيا يبقى هنا يبقى قرار المجلس اتفاق على التواصل لاتفاق شامل اللي احنا عايزين اتفاق شامل يعني احنا من البداية رايحين وإيدينا ممتدة وبنقدم مقترحات كتير عشان نصل الاتفاق شامل يرضي جميع الأطراف يرضي الدول التلاتة بحيث حقوقنا وده يمكن قالوا البيان ومن أهم الحاجات الحاكمة أو المواد الحاكمة في الاتفاق الشامل اللي احنا عايزينه مصر القواعد الحاكمة لملء والتشغيل السد دول أهم حاجتين الملء والتشغيل هتم لأ في خلال قد ايه والتشغيل هيتم ازاي هم دول مهمين جدا مع الشق القانوني يعني ده الجانب الفني الملء والتشغيل ده الجانب الفني ولكن كمان فيه شق قانوني آخر الاتنين مهمين المصارين مهمين الملء والتشغيل فنيا جانب فني ثم المصاري القانوني يعني الاتنين لازم يكونوا بشكل واضح القواعد الخاصة بيه الملء والتشغيل والمصاري القانوني او الشق القانوني وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاثة او للدول الثلاثة مصالح المائية والتنموية ويحافظ على الامن والاستقرار الاقليمي هنا مصر بتقول بشكل واضح في هذا الاجتماع المهم ورفيع المستوى انه عايزين اتفاق شامل ولكن لنا حقوق لازم نحافظ عليها اللي هي حقوقنا التاريخية اللي هي حصة مصر البيان قال كده وده موقف الدولة المصرية واي حد بتكلم في هذا الموضوع ما بيتنزلش عن لتر مية عن لتر مية ممكن اسهل شوية او ممكن نقولك اعمل اجراءات نقول لسيوبية عشان ايه برضو الدنيا تبقى محتاجين نصل الاتفاق يبقى احنا هنا في هذا الامر نتكلم على التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض ثلاث كلمات بقولهم بكررهم التفاوض 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 اللي هو مصار التفاوض مصر تلجأ مرة اخرى من خلال هذا الاجتماع لان خلي بالحضراتكم لو يوم الثلاث اجتماع القمة فشل هيبقى عندنا مشكلة هنروح تاني لمجلس الامر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى